في ناس ذهبوا للعمليات كانت أول رصاصة يطلقها طبعاً أنا بيستحضرني عند هذا الموقف وقد نأتي إليها في التحقيق ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أثناء التحقيق أجاً بيسألني سؤال بكل أنا سؤال صريح وين بتدربوا شبابكم اللي بيقدروا يعملوا هذه العمليات طبعاً كانت مثل ما قلت عمليات عماد عقل كانت مبهرة وعمليات إخوانه فيما بعد برضو كانت مبهرة وين بتدربوهم؟ وين بتدرب الشباب؟ قلتوا إحنا لا يوجد لمعسكرة تدريب ولا حاجة ولكن هو اللي كان يعطي الثمرة الممتازة والقتل المباشر في جنود الاحتلال أنه كان المقاوم يطخ عن بعد سفر يعني جرأة وشجاعة هنا برضو لما في كتير من الأخبار يقول لك مسافة سفر مسافة سفر يعني قدامه مباشرة آه مباشرة يعني هو لو يعني هو بس بس يضغط فيه مش واقف على بعد خمسمائة متر وبيطخ يعني بيروح لحد عنده ويطخ وبطخ في ناس ذهبوا للعمليات كانت أول رصاصة يطلقها طبعاً أنا بيستحضرني عند هذا الموقف وقد نأتي إليها في التحقيق ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أثناء التحقيق أجا بيسألني سؤال بكل أنا سؤال صريح وين بتدربوا شبابكم اللي بيقدروا يعملوا هذه العمليات طبعاً كانت مثل ما قلت عمليات عماد عقل كانت مبهرة وعمليات إخوانه فيما بعد برضو كانت مبهرة وين بتدربوهم؟ وين بتدرب الشب؟ قلتوا إحنا لا يوجد لا معسكرة تدريب ولا حاجة ولكن هو اللي كان يعطي الثمر الممتاز والقتل المباشر في جنود الاحتلال أنه كان المقاوم يطخ عن بعد سفر يعني جرئة وشجاعة هنا برضو لما في كتير من الأخبار يقول لك مسافة سفر مسافة سفر يعني قدامه مباشرة يعني هو لو يعني هو بس بس يضغط مش واقف على بعد خمسمائة متر وبيطخ يعني بيروح لحد عنده ويطخ وبطخ